أحسن الله إليك يقول السائل من نوى الحج في هذه السنة وأراد العمرة في أشهر الحج شهر شوال فهل إذا عاد من العمرة يمتنع عن قص الشعر والأظافر ويكون بحكم المحرم أم أنه يتحلل من العمرة أم أنه إذا تحلل من العمرة يحل له كل شيء إلى أن يأتي وقت الإحرام بالحج هو هذا هو الأخير إذا أذهب العمرة وكملها وقصر من رأسه فإنه يحل له كل شيء حرم بالإحرام كل شيء حرم عليه بالإحرام يحل له أن يطأ زوجته أن يتزوج أن يحلق شعره أن يقص أغفاره لأنه حلل متحلل فإذا جاء الحج يحرم بالحج ويكون متمتع